السلام عليكم شيخنا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عظم الله لك الأجر عظم الله أجورنا وأجوركم يهلن ومرحبا الله يسلمك أسلمنا الحسين وأخي أبو الفضل عباس أنه يحفظك ويحفظك كاتر اللي وياك الله يحفظك بعق محمد وعلي محمد الله يبارك بك الله يحفظك أنا كاظم كاظم يحفظك شيخنا يهلن ومرحبا شيخنا أكو كلمة كل سنة تكرر في محرم أتمنى الرد عليها ممكن يتفضل فك اليوم سمعت البعض المعممين المنحرفين يقولون أن الحسين وهو صريع على الأرض بكع على أعدائه وقال أولا سيدخلون الجنة في سببي يعني شنو هاي التفكيرات المنحرفة هاي كفر هذا شفر تدريات قاله هاي منو تعرفه علي المياحي هذا الشيخ هاي شيخ محمم من ترات علي طيب لا والله ماعرف راد علي جزء ما أعرفه بس ممكن ناقليلي شنو سوى هاي هاي زي أنا قلت سلا واحد قلالة قلالة علي الحسين قلبه طيب فقال نعم الحسين قلبه طيب حتى ما عداءه وأثناءه صراعه على الأرض يقول ويبكي أو لا سيدخلون الجنة النارة في سببي يعني شنو هاي العقلية المنحرفة العقلية المصيبة مو بي اي أنا بصراحة أريد أعبر الحدود الحمراء وطب الحدود الخضراء وأعبر على تركيا وعصومات المصيبة بالصخل لا صدق المصيبة بالصخل اللي صعده من بر يا صخل اللي صعده من بر يا نجس اي يا قذر إن لم يتب فهذا كلامي عليه إلى أن يموت بالمناسبة أخاف الآن يسمعني الصفات اللي قلتها أنا الآن باقية بشرط أن تعلن التوبة تطلع ترفع فيديو مثل ما سوي جريمة على المنبر بهذه القذرة تجيب ناس قذرين ترفع فيديو تقول أنا صاحب الموكب فلان ابن فلان أنا صاحب المجلس ابن فلان وأنا أعتذر وأعلن توبتي لله لأنني صعدت هذا الشخص فلان ابن فلان المنحرف وإلا أنت الصخلة أقدس من عندك والله بيها براك أكثر من عندك أنت شنو أنت شنو أنت من يجيب لك معمم منحرف يبث هكذا سموم بأن الحسين يبكي على أعدائه شنو فرقك شنو فرقك وهو شيخنا والحسين يقول في مختلف يقول يا الله يا جدا قتلني أبو بكر وعمر أنا راح أجاوب شكرا إليك راح أجاوب وراح أجاوب وأتمنى أن تلقص هذا الفيديو ونشرأ خاطر يظل وعيد الناس إن شاء الله إن شاء الله الله يبارك بك أحسنت شكرا الله يحبك بحضوحي شيخنا العزيز حكرا هذه طبعا هذه طبعا بالمناسبة هو منو أني شرها أول واحد واحد حتى يحشي طق بطق بدون مستحة كافي بعد مستحة 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 ما قادرين تخلفون حكومة قودكم شوفوا جدكم سبحان الله جازم جيحزم مستحى مستحى يظل العراق بيد الفاسدين ليش ماكو واحد صالح يطلع يقوده ماكو إذا الصالح بغل صالح عرفته من أقصد أبو الإصلاح هذا أبو الإصلاح مثل عائشة بعدين نجي إن شاء الله طبعا أول واحد مو أول واحد أما منو روجلها بقوة روج روجلها هي موجودة في بعض المصادر عند المخالفين ممكن ممكن حتى ما موجودة على ما ببالي منو روجلها وائلي هذا صوح بالمطربة هذي شي زمي أم كلثوم كلثوم يحك صوح بالمطربة أم كلثوم اللي يكتب لها أبيات شعرية في كتابه ديوان الوائلي يسميها سومة كوكبة الشرق حل كان يحبه علاقة حب بعد شا سوقت شيخ الوائلي طيح الله مقامه وضرب الله بنعال على سكسوكته خطيت كان يحب السيدة طبعا سيدة أم كلثوم هو يسميه سيدة أم كلثوم شوفوه شوفوه في كتاب ديوان الوائلي هو كان على المبر يقول وأن الحسين كان يبكي على أعدائه يعني شنو يعني رضي الله عن يزيد رضي الله عن المعاوية رضي الله عن الدولة العباسية رضي الله عن الدولة الأموية رضي الله عن عبد الرحمن بن ملجم عبد الرحمن بن ملجم رضي الله عنه رضي الله على الجعدة قاتلة الإمام الحسن طب هذا رضي الله على أبو بكر وعمر وعائشة هل كان ينام يقولها يقعد الصبح قبل لا يشرب ما يقوله رضي الله على أبو بكر وعمر وعائشة أي هذولا كلتي أصلا لا يقاس به محد ذولاك ذولاك عند الوائل يا أهل البيت أصلا وفاطمة والحسن والحسين صحابة عجلاء رفقاء سلاح شنو هالقذارة وين إحنا بعدنا معقولة بعدنا أنا والله ما أدري أنا هذي قذارات ما أدري يمكن بعض الأخوة اللي متابعين من زمان من زمان ما أدري أنا قبل أربع سنوات على ما ببالي كنت الشاد عليهم شدة وحق العباس سويتهم خرفان هم وجماعتهم هذا وائلي وسيدر لاعب بيهم ما كان عندي بثبسهم لاعبت بيهم لعب النوم ما قدروا ينامون بس بفترة أخيرة حولت على عائشة وغير فما جاء ما توصلني أخبار ما أعرف يعني إلى الآن بعدكم على نفس القذارة واحد قذر يصعد المنبر يقول الحسين يبكي على أعدائه ليش عودي ريدي بينهم رحمة الحسين خوب رحمة الحسين بشخص ملعون الحسين إذا كان يبكي والله حتى عيب استدل والله والله العظيم خزي وعار استدل بس شسوا بعد مجبور مجبور على العقول هاي التافع محترماتي للمستمعين الحسين في معركة الطف جاءه رجل حينما حفر الخندق ليحمي به نساء وعياله ألا يهاجموه من الخلف فقال له يا حسين استعجلت بالنار فقال الحسين اللهم جره إلى النار أو اللهم خذه إلى النار تقول الرواية فركضت به الفرس حتى أوقعته في خندق النار فاحترق ومات فيه قلت من أعداء الحسين ليش ما بتشعليه الحسين ليش جره إلى النار شون الشون السخافة شنو وشنو الهدف شون الحسين يبكي على أعداءه شون الحسين يخالف الله ما تعرفون انتم ما تعرفون مقامات أهل البيتانية قسما بأمير المؤمنين علي عندكم الخميني أعظم من أمير المؤمنين علي وفاطمة والحسن والحسين قسما بمحمد عندكم الصدر أعظم من محمد نبي مرسل وأرسلنا إليهم اثنين وكذبوهم ودزنا لهم السطل الثالث ولذلك انتم عادي تسيئون لمقامات أهل محمد وتحرفون سيرتهم لانصحابوا أجل الله وكانوا يبكون على أعدائهم مخالفة لله الله يقول ذولا أنا متوعدهم بالنار كلهم بس الحسين يقول لا أنا أبتش عليهم أريدهم يجون للجنة قذارة 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 على منابر الحسين قرد وخنازير قرد وخنازير يقول رجل الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام يا مولاي أتنظر للحجيج بالحج بالحج فقال الإمام يا مكثر الضجيج وقلة الحجيج أتريد أن أكشف لك عن بصرك قال نعم يا مولاي فمسح له صلوات الله عليه يقول الرجل فرأيت قرده وخنازير حول بيت الله الكعبة فقلت يا مولاي أرجعني لا أتحمل لا أستطيع أن أتحمل أنظر بكشف الغطاء فأرجعه الإمام قرده قرده وخنازير تعتل المنبر والناس بسطاء وبعضهم سذج وأصحاب مجالس قذرين الله لا يوفقهم الله يقطع شملهم هذا وله الله العظيم ذوله أقذر القذراء ذوله بالذات لأن هذا طرطور ما حد يشتري فلس إذا ما يصعد أبو المنبر هذا ما حد يشتري فلس طرطور هو يتوسل بيهم وهو يشوف وين الهذا اللي يتكلم كلام ونحرف يجيب أي صعده الحسين يبكي على أعداءه وين في أي دين في أي إسلام في أي كتاب في أي مصدر الحسين يبكي ليش منقول أمير المؤمنين بك على عبد الرحمن بن مولجن ليش ليش منقول فاطمة الزهراء بكت على أبي بكر وعمر وعثمان وعائشة ومن هجموا على بيتها ليش ليش منقول الحسن المشتبى بكى على زوجته جعدة حينما وضعت له السم ليش ليش نجي بس على الحسين بكى على أعداءه حتى بعدين نفتح باب وهو أنه يزيد رجل ما كان إلى هدف يقتل الحسين وأن الذين قاتلوا الحسين اشتهدوا فأخطأوا نحاول شنو نروض عقول الشيعة بالتدريج العقل الشيعي الآن يسمع رضي الله عن أبي بكر وعمر نعم هناك بعض الفرسان يردون بالنعال على هؤلاء بالنعال كما قال الحسين إن عادت العقرب عدنا لها وكانت النعل لها حاضرة صلوات الله على الحسين أمو يعرفون يقولون نعم نحن نقول رضي الله عن أبي بكر عن عائشة عن عثمان ولكن نريد أن نسمع الشيعة رضي الله عن يزيد رضي الله عن عمر بن سعد رضي الله عن الشمر رضي الله عن من قتل الحسين رضي الله عن من سبع عيال الحسين ولكن صعبة في عقول الشيعة الآن كيف نفتح الطريق نفتح الطريق بأن الحسين بكى على أعدائه سنة أولى بكى على أعدائه سنة ثانية بكى على أعدائه العقل الشيعي يسمع الأطفال الشيعي يسمعون الشباب الشيعي يسمعون يسجلون الحسين بكى على أعدائه الحسين بكى على أعدائه الحسين يبكي على أعدائه الحسين كان يجلس أمام أعدائه ويبكي عليهم الحسين كان يذبح ويبكي على الشمر الحسين ضرب بالسهم وكان يبكي على عمر بن سعد بعد 50 سنة رضي الله على يزيد الذي بكى عليه الحسين في يوم الطفوف رضي الله على عمر بن سعد الشيء يصرخ شلون الذي بكى عليه الحسين وعمر ابن سعد كان خلف الجيش ما كان يشوف الحسين وهو يقتل رضي الله عن عمر ابن سعد بكى عليه الحسين بكى عليه مأمون الحسين صلواته الله عليه شلون يبدي ما هو يبدي بطريقة شيطنة شيطنة هذول الشيطان سباب تحطاها بهم هذول حتى لو كان ظاهره شيعي هذا بالمعتقد الحقيقي اللم يتوب وهو من النواصب والنواصب تعرفون الشيطان شنو سوى وين حطوا سباب تا وين وخلاه يصرخ هذول منهم مو بس الناصبي حتى الشيعي ابن الشيعي ابن الشيعي ابن الشيعي اذا كان مكتوب عند الله ان حياتها راح تكون حياة قذرة ناصبية الشيطان يطقه يطقه ويخليه يصرخ هذول اللم يتوبوا ويظهر التوبة على هذا الكفر والزندقة وهذا الطريق في انحراف الأمة فهذا الشيطان مو بس هذا عموما من يقول ان الحسين بكى على أعدائه فهو يتكلم بكلام الكفر والزندقة لعنة الله عليه إن لم يتوب